السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه رب تكونوا بخير معكم محمود عبدالنعيم والنهاردة ان شاء الله هنشرح اخر اخر تيوتوريال في الميديول معنا وهو عن البدايج الريزم والبارفريزنج وقبل ما نبدأ لازم ندعي الاخواتنا واهلنا في غزة ربنا ننصرهم ويفكوا قربوهم ويجعل النصر حالي في اليوم يا رب ويجعل كلمته هي العليا ويصبرهم على البداية ده وطبعا ما تبصكوش يعني ما تنسوبش دعواتكو وصلاواتكو واي حاجة عن القضايا الفلسطينية يعني تقابلكو على السوشيال ميديا يعني يريد شاهروها وعشان نعرف نوصل صوتنا لكل مكان اه ونبدأ هو بيتكلم عن ايه بيتكلم عن ويه نبدأ بالبارفريزنج البارفريزنج معناها اعادة صياغة اعادة صياغة دي معناها ان في واحد قال جملة فانت في الاخر انت فهمت والفكرة بتاعت الجملة دي فانت عايز تعبر عنها بمنظورك بطريقتك انت فانت تستخدم كلمات من عندك الاهم حاجة الكلمات اللي من عندك دي تستخدمها عشان تعرف تعبر عن الفكرة اللي هو الشخص كان بيتكلم عنها يعني ملايخ معناها يعني ملايخ يعني ملايخ ان انت بتستخدم كلمات من عندك عشان تعرف تعبر عن فكرة الشخص اللي تكلم عن الموضوع ده كله وبيقول لك اللازم اهم حاجة لازم تحافظ عن الفكرة على الفكرة اللي هو الشخص اللي اتكلم عنها. بمعنى ان ايشتاي مسلا اتكلم عن قالك الغداء وتكرار نفس الشيء مرتين اه وانتظار نتيجة مختلفة. فانت ما ينفعش تتكلم مسلا اه تيجي تعبر عن الغداء وتعمل الغداء وتتكلم عن السياسة. لكن ما لهم شاء لقاء ببعض. فلازم انت تحافظ على المنطق والايدية بتاعت الموضوع. تمام. والوورد لازم تكون يعني برضو هي نفس الكلمتين. وبيقول لك يعني انت تعبر عن الفكرة بطريقة مختلفة. هما وما بنفس السطرين اللي فوق. تمام. بيقول لك بقى عشان نطبق مسال. بيقول لك انه في برا بريز. بس بيقول لك ايه? معنى ان بيقول لك ان هو المستثمرين عشان ياخدوا عائد تجاري لازم يعملوا ضغط او يعملوا ضغط على الاسعار. فقال لك لما جاي عمل برا بريز عمل ايه? يعني ملا اخر هو قال ان هو اه قال لك عشان الاحتياج لمكسب. اه لازم تعمل دفع للاسعار. فبص يعني هو غير ايه? بدل ما كتب لك مسلا كوميرشيال 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 ريترن كتب لك اه بروفت على طول يعني هو تكلم على طول. بدل ما كتب لك مسلا بود اه بورد بريشار كتب بوش اب برايس استخدم كلمات من عنده بس في الاخر ما خرجش عن الاي ديها اللي هي بتكلم عنها السورس. تمام. في بقى عشان تعاف تعمل برا بريزنج لازم يعني في شوية وفي شوية حاجات لازم تلتزم بها عشان تعرف تعمل برا بريزنج كويس. اول حاجة لازم نعمل ايه? لازم تقرأ آآ مرتين او تلاتة. لازم تقرأ مرتين او تلاتة. عشان تعرف تفهم الفكرة بشكل كويس وصورة كاملة. ما تكارويتش من الاخر الموضوع ده وفي الاخر ما تفهمش كويس. عشان انت كده مش تتعرف تعمل برا فيزنج. تمام. نوت ده زكي يعني بعد ما قرأت الجملة مرتين او تلاتة يعني لازم تقرأ الفكرة وتفهم الفكرة في الاخر خلاص انت بعد ما قرأت لازم تكون نفهم الفكرة كويس اوي تمام لازم بقى تكتب بقى ال درجن ده اللي تكتب اللي انت عايز تكتبه بس من غير ما تبص على اللي هو اللي هو القصير ليه لان انت لو بسيتها التوبك الاصلي انت في الاخر انت ممكن تعطن قشمينه شوية حاجات في الاخر انت مش تقف تعمل بقر بصورة سليمة فانت لأ انت ما تبصش عليه وقعد اكتب بقى براحتك انت واتكلم بقى انت براحتك تمام بعد ما انت ما خلصت الخطوة دي هتعمل ايه هتقارن بقى اللي انت كتبته بالجمع التوبك الاصلي تمام واول ما تقارن انت ممكن تعمل ايه ممكن تعدي لقى بقى شوية حاجات يعني انت فرض مسلا ان انت ما اتمامتش اللي هو بصورة كويسة فانت بقى ممكن تحط التطش بتاعك مسلا تغير معنا كلمة التانية تعيد تعيد سياغل حاجة الجملة كده ما عملتش سياغلتها بصورة كويسة فوها كزا يعني تحط شوية روتوش وشوية حاجات بسيطة كده واخر حاجة واهم حاجة بمعنى ان انت لازم تدي السورس اللي انت واخد منه المعلومة لازم تدي له التقدير الكافي لان انت لو ما عملتش الجملة دي انت هتخش في من الاخر ونشرح موضوع بصورة مفصلة وانواعه بالزبط يعني بعد تمام انت دلوقتي يفاكر ان انت عشان تعمل بصورة دقيقة ان الموضوع صحر جدا لا والموضوع صعب جدا لان انت لو اه عملت غلطة بسيطة جدا هي ادخلك في البداية لازم اتخرجك من فالك برضو في شوية كده انت ممكن تعتمد عليها غير الاستيبس اللي فوق عشان تعرف تعمل بصورة دقيقة جدا اول حاجة ان انت تبدأ الجملة بتاعتك بطريقة مختلفة عن المصدر الاصلي يعني ان انت تعمل تحط بتاعك مسلا فيها وتغير السياغة الجملة كده وتتغير البداية يعني من عندك وحط تبدأ من دماغك بس اهم حاجة طبعا ما تخرجش عن الفكرة تمام دي اول حاجة تاني حاجة لازم تستخدم اللي هي معناها المتراضفات مسلا معناها اللي هي تفوق نبوخ اه مهارة قدرة هكذا يعني تحط اللي المعاني دي بالزبط يعني تستعين بالموضوع ده تالت حاجة لازم تغير في وشكل اللي هو الجملة بتاعتك يعني مسلا ممكن تستخدم اللي هو يعني اللي هو المبني المعلوم والمبني المجهول دي دي برضو طريقة جدا للآ كويسة جدا رابع حاجة يعني بالاخر انت عندك معلومة مكالكعة جدا ويعني يسطر كبير جدا لأ انت قطعها كده شوية جمل شوية جمل هكذا انت دي برضو من ضمن الطرق الكويسة جدا في ناخد مثال بيقول لك بقى يعني بيقول لك ان هي بيحب بتحب اوراق اوراق اللي هي حاجة اسمها اكاسيا وبتحب اللي هو العشب والاش وبتستالك منه خمسة سبعين باوند في اليوم بيقول لك لما تيجي تعمل الموضوع ده بيقول شوف هو غير لك حرفين في ترتيب الجملة يعني بسلا او على سبيل المثال هو استخدم مسلا قال لك ادي كتخلها افري دي تمام وقال لك برضو هو غير بقى في الصياغة يعني غير البداية هو بدأ لك مرة فاتت بيقول لك ان الجراف كان بتحب اللي هي الاكاسيا واند هي وهنا بقى غير لك قال لك ان هي بتاكل خمسة وسبعين باوند من الاكاسيا والهي يعني شوف هو دخل الجملتين في بعض وقال لك طبعا برضو من ضمن ان هو قال لك ايه طب بدل تمام ناخد جملة كمان ناخد جملة كمان بيقول لك ان انت اه 90% of respondents say that they were highly satisfied with that اه يعني بيقول لك ان فيه تسعين في المية من تسعين في المية من الناس التي تعمل لهم استطلاع رأي بيرادين جدا عن التجربة الجامعية تمام هو لما قد لك قال لك ايه يعني بص قال لك بدل ما قال لك تسع كل عشرة هي هي نفس الجملة بس هو في الاخر غير لك لغير لك كلام وقال لك بدل مسلا قال لك اه قال لك وبدل ما قال لك يعني شوف هو غير لك شوية كلام كده قال لك قاعد يغير شوية كلام وغير شوية كلمات وفي الاخر عشان يعرف يعمل برافريزنج بصورة كده تمام تمام ناخد برضو مثال وبردو بتكلم عن اللواء الاكتف والباسف اه قال لك وردو ان انت تاخد تلتمية 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 جرعة مسلا من اللواء بتدحقن بتقل للتلت مع كل خمسة من مية في المية من زيادة السفاء بالحق المبنية الآن اه يعني هي دي اللي بتقل تمام شوف بقى نفسYeah دي كده مبني المجهول المبنيا المعلومة قال لك بقى عكس الجمل قال لكatas يعني قال لك ان هي مع كل خمسة من مية في المية هيقلل ال equivalent بتاع لها انت تلتمية جرعة من اللواء يعني هو حولها بالدل ما قال لك اللي هو بتقل قال لك بيك يقلل. فهو حولها من المبني المجهول الى المبني المعلوم. وهكذا. تمام. بيقول لك برضو في حاجة تانية اسمها كوتنج. بيقول لك برضو يعني من ضمن الحاجات اللي هي مختلفة عن حاجة اسمها كوتنج. الكوتنج ده عبارة عن ايه? عبارة عن انت تاخد نفس النص بحرفية من من الشخص ده اللي انت هو اللي قلت جملة. واللي عايز تعبر عنه. تاخد نفس النص. وفي الاخر تحطه ما بين كوتشان ماركس وتقول اسمه. يعني يوص هو جاب لك جملة هنا لأينشتاين. قال لك انه هكذا وهكذا. حط لك ايه? حط لك علامات تنصيص هنا تحت. شايف? اخد نفس الجملة بالزبط. بس حط لك علامتين تنصيص وقال لك اللي قيلها اينشتاين. تمام. بيقول لك برضو في الاكاديميك رايتنج لازم بيقول لك في الاكاديميك رايتنج لازم تستخدم البرافيز بدل ما تستخدم الكوتنج. ليه? لان دا ان انت لو انت استخدمت اللي هو البرافريزنج. دا بمعناه ان هو بيبين ان انت شخص فهم. ليه? لان ان انت لو استخدمت كوتنج stimmt. تبين ان انت شخص بسماجي يعني ان انت بتاخد مقولة من هنا ومقولة من هنا ومقولة من هنا. لا ما تاخد المقولات دي. وحطها بدماغك انت يعني. يعني اشرحها بطريقتك يه هاتديها اللي هتبين من قصدك ان انت شخص فهم. تمام. بلوك بقى و هو انا احسن. البرافريزنج. ليه? لان البرافريزنج بيبين للشخص اللي قدامك ان انت فاهم. تمام? اول حاجة بيقول لك ان انت طالما لما تعمل البرافريزنج انت الصوت بتاعك هو اللي هيكون واضح. انت على اقل اللي حاطت البصمة بصمة في الكلام اللي انت قيله ده. يعني ان انت الموضوع هيكون للاقصالك مترسخ ان انت الكلام ده بصوتك انت مش مش مسلا بشرط اينشتاين او بصوت اه نجيب محفوز ولا الناس دي. لا هيكون انت اللي وحاطت الاساس بتاع الموضوع ده. تمام. بيقول لك ان ده بمعنى ان انت لو كاتب مسلا ومقضي كله انت في الاخر ما حادش هيحب يقراه. طب يا عما اقرأ لك ما اقرأ الاينشتاين اقرأ الكتاب دول احسن بدل ما اقرأ لك انت. هيحط مسلا الموضوع ده. بس بيقول لك ان في شوية حاجات ان انت ممكن تستخدم فيها. اول حاجة لما تيجي تعامل مسلا او تعريف الموضوع. اه دي برضو من ده من الحاجات اللي تستخدم فيها تاني حاجة لازم مسلا تقول اه تقول مسلا عايز تقول حاجة عن اه عن كاتب معين بالطريقة بتاعته وبالستيل بتاعه. انت بتاعه وعجبك وكده. ويعني لو عملت بره انت هتقلل منه الموضوع. فانت لازم تعبر عنده بالصورة بالصورة بتاعته. تمام. دي تالت حاجة. او هما الاتنين نفس الحاجة. يعني مسلا اه انت بتكلم واحد صاحبك اسمه احمد. اه فانت هو احمد اتهمك ان انت اللي عملت اه حاجة. قلت لا هو ده ده محمد مسلا ان هو اللي قال كزا 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 كزا. شوف انت يعني انت دلوقتي يعني كانك عملت بالزبط. قلت ان محمد قال كزا 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 كزا. قلت نفس الجملة اللي قالها بالزبط. فهو ده برضو من ضمن انواع كوتيشن. نخش بقى على الجزء التاني من المحاضرة وهو عن البليجيرزم. البليجيرزم ده ما الاخر معنى ايه? معنى حرم كلام. يعني واحد كتبت جملة وانت خدت الجملة دي كتبت جنبها اسمك. يعني واحد مسلا اينشتين كان قال لك الغلاق وتكرار نفس الشيء مرتين وانت ظهر نتيجة مختلفة. انت امتمسح اسم اينشتين وامتكاتب اسمك. ده بليجيرزمي اسيدي. خدت او على الاقل مسلا خدت الجملة دي وما كتبتش اسمه او مسلا عملت لها وما كتبتش اسمه. او نسيت ده برضو وهناعرف العنوع بتاعته بالتفصيل. يعني من الاخر بيقول لك انه يعني ان انت تكتب بتاعه ده يعتبر تمام. ايه بيقول لك من الاخر ان ده ايه? تي حرفين سرقة. سرقة ونصب. يعني من الاخر نصب. تمام? ليه بيقولك الموضوع ده مهم. عشان حاجة اسمها معناها الامنة العلمية. لازم تكون طالما انت كاتب معلومة لازم تكون امين وصادق فيها. واخدها من حد يبقى لازم تقول ان انت واخدها من حد. وتدي التقدير للحد اللي انت واخد منه المعلومة دي. او لو انت كتب المعلومة من نفسك بقى خلاص يعني ما عادي. اكتبها من نفسك. تمام. وبيقول لك برضو ان ان انت معنى ان انت بتادي تعمل ده مش بس انه بيما ان انت الدراسة بتاعتك مش مش كويسة. لا ان انت اصلا كعليمية انت ما فهمتش الموضوع. انت بالاخر الموضوع متعلق ان انت ما ما اتمتش لات ان ان انت تفهم او تتعلم الموضوع اللي هو اللي انت بتتكلم عنه ده. يعني لو انت بتتكلم عن السياسة وخدت موضوع كبير بس معناها ان انت ما بتفهمش سياسة. بالاخر حاجة زي كده يعني انا بدي مسال يعني مش قصدي حاجة. تمام. بيقول لك بقى ايه هي بتادي بتاعت بليجرزم هما سبع حاجات. انا بقى ساكمتهم في كلمة سم في سباك. الاس بقى هتبقى هتبقى الاس هتبقى ايه? والام التاني هتبقى موزيج بليجرزم. والفي هتبقى الاس التاني هتبقى سورس بيزد بليجرزم. والبي هتبقى بليجرزم. والا اكسدنتل بليجرزم. تمام. نبدأ معناها يا سيد ايه? واحد كتب مقالة طويلة عريضة جدا. انت مسحت اسمه وكتبت اسم. بس شكرا. دي كل كل كلام بتاع اللي بليجرزم. بيقول لك ان هو موجود اكتر في الاكديميك رايتنج يعني. اكتر في الماركتينج. يعني انت حرفيا نفكر يعني فاكل ايام البحث بتاعنا اللي احنا بيطلبوه من هنا. ان احنا انهم وغدينه من حاجة وانهم كاتبين اسمنا عليه. ده هو كومبيلت بليجرزم من داخل يعني. تمام. بيقول لك بقى اللي هو لما بيقول ده دي حصل لما سامون تريز تو سميت ان انتائر ريسيرش بيبر ازر اون وزود اه ابروبر يعني من داخل ان هو بياخد اه بياخد المقالة الكاملة طويلة عريضة وبيكتب اسمه بس. وبيقول لك ان الفرق كله ان هو الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت والمقالة كلها ان هو كنت اتغير اسم. بس ده ملخص تمام. نخش على تاني ان هو هو السلف بليجرزم. معناه ان انت سارق الكلام ده من نفسك. قال لا. سارقوا من نفسي ازاي وما لا يبقى ليه بليجرزم. لا افهم مواريك ازاي. انت مسلا عملت اه طلب منك بحس اه من سنتين تلتين يعني اقول في سنة اولى. الطلب منك محس فانت اجتهدت وعملت كل اللي عليك وامت كاتبه اه كاتبه وعمل في كل حاجة. في يعني كتبته زي ما الكتاب بيقوله اه يعني بكل حاجة. اطلب منك نفس البحس ده في تلتة او بحس مشابه ليه في تلتة. فانت بقى استسلته وكسلته وامتاخد البحس ده من بتاع سنة اولى وامتحطه تاني. وده بقى بليجرزم برضو. يعني من الاخر انت استلفت حاجة يعني حاجة انت كنت عاملها قبل كده وحطيتها دلوقتي عشان لاجل ان انت محتاجه. فده برضو اسمه بليجرزم. تمام. بيقولك برضو ان انت كل الناس برضو فاكرها فاكرها ان ايه حاجة ما مش مضرة عشان انت في الاخر ما بتسرقش غير من نفسك. بس هي برضو مضرة برضو للشخص التاني. وقال لان ان انت على الاقل على طالما انت مثلا واخد حاجة من سنتين او من سنة واحدة. ايه. على الاقل قل ان انت واخدها من سنة اللي فاتة. يعني مثلا انت منزل شرح علي الداتا بتاعت السنة اللي فاتت. او مسلا شرح المحاضرة مسلا السنة اللي فاتت. وطلب منك الشرح المحاضرة السنية. ف Douglas س you establish on the ship. ثم يكن بيه اختلافات كتيرة في الداتا. طب هو هو شارح واكب كل حاجة او سوى فيه اختلافات كتيرة في الداتا في الموضوع ده كله. فانت لازم على قد تقول اه تقول ان انت شرح الموضوع ده السنة اللي فاته. مش تنزل على السنة وشرح السنة دي وكلا. فهو ده من الاخر ده موضوع اللي هو تالت حاجة يعني من الاخر انت عملت بتاعته سبب اي نوع من الانواع بتاعته بس انت مش عارف ان هو يعني ان انت مسلا زي ما احنا مكننا بناخد اللي اللي بتطلب مننا في سنة اولى وفي سنة تانية وبناخد كبير قصة من الموضوع ده بس احنا مش عافين ان هو فده اسمه ايه? ده اسمه ان انت مش عارف اصلا ده سرقة وده تمام. وبيقول لك ده بيقول لك ده بيبين لك اهمية ان انت لازم 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 تاخد بالك من العمل اللي انت بتعمله وتدي الشخص اللي هو عامل الموضوع ده يعني لازم ما تنساش الموضوع ده. انت ماشي انت في الاول عشان انت مش عارف. بس انت لازم تكون واعي الحاجة زي دي. تمام. رابع حاجة وهي اللي هو بمعنى ازاي? انا قلت لك حاجة مهمة جدا مهمة من ضمن اساسيات اللي هي ايه? بص معناها نسيت انت نسيت يعني انت عملت كل حاجة في وعدت الصياغته وبتاعه وكذا 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 وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وغيرت بقى بمعاني وعملت وفي الاخر نسيت تكتب او انت اللي حطيت بقى بتاعك وقم تكتب اسمك. فهو ده من الاخر معناه ايه? معناه هو ده من ضمن انواع يعني بيقولك ان هو ده مثلا ان هو مثلا قبي او وفي الاخر بيقول مغيره وحاطت بقى او يعني نسي يكتب بتاعه. تمام. بيقولك برضو ان هو بيلاقي من الاخر وزاو او 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 يعني من الاخر هو تمام. ناخذ مثلا الموضوع اللي هو بيقولك اللي هو ايه? ايه؟ تمام. هو كتب وكتب تحت اه موزن اه الفين وخمستاشر. تمام. قالك بقى شوف هو وغير صياغة الموضوع ده كله فعلا. هو غير صياغة وزبط كل حاجة في وعمل بصورة بصورة تمام. بس عمل ايه? كتب عادل عشرين اتنين وعشرين. ونسي يكتب او كتب ونسب الموضوع ده لنفسه. فده يعتبر النوع بتاع تمام. بنخش بقى على خامس حاجة وهو اللي هو او معنى ان انت انت كتب مقالة طويلة عريضة ففيه باراجرافين تلاتة كده امتوا اخدهم من شخص تاني. وما مدتوش الكريدت او مدتوش حقق من الاخر. فده اسمه النوع اسم اللي هو الفربيتم و يعني ملاخر بيقولك او خدت الموضوع او خدت المقال الباراجراف ده كابي بيست وحضطه في المقال بتاعك. ده اسمه على عكس بقى الكمبيليت اه انت بتاخد المقالة كلها الطويلة العريضة دي تاخدها كلها وبسطها عندك. لأ انت عندك اللي هو اللي هو ان انت بتاخد باراجراف واحد او باراجرافين وتلاتة وهكذا وتحطهم في المقال بتاعك. وبقى البراجراف بقى كان تابعك انت بقى انت شوف انت عملت في ايه. بيقولك برضو في حاجة اسمها او ده ده مالوش علاقة يعني انا اقوله في الاخر. تمام. بيقولك ايه بتاع الموضوع ده. وهكذا زي ما احنا مقالنا فوق. شوف هو كتب نفس الموضوع ده. وكتب ايه? كتب عادي. وكتب هنا كان مكتوب هنا موزين 2015. هنا كتب عاديها 2022. نفس الجملة بالنص. نفس الجملة بالنص. مغيرش فيها حاجة. خدها وحطها عنده بنسب الموضوع ده النفس. فده اسمه او اللي هو تمام. تالت حاجة اسمها سادس حاجة واسمها الموزيج بليجي رسم. موزيج معناها ايه? موزيج معناها فوسيفساء. عارف انت الفوسيفساء ده يعني زي ما كان الاتحاب داعنا كان من نزل الاعلان ان انت في الاخر بيبع عندك حاجة زي رسمة كده بتوضح حط شوية قطع شوية قطع شوية قطع شوية قطع وفي الاخر تكمل رسمة. يعني انا انا بجد اجي شكل كروكي وخلاص. فادي بص انت في الاخر انت قدامك رسمة معينة وانت حطت قطع من عندك. غيرت معنى يا سيدي. غيرت موضوع ان انت غيرت معنى. قال لا? وانت مش قلت في الاول ان هو عشان تعمل كويس. لازم تحط تستخدم لا افهم. ان انت تستخدم واحد بس. عشان تقول ان انت مغير الجملة دي. لا ده استخسار يعني انت في الاخر ده انت ده نوع من انواع واطب بالك بالمثال ده بالضبط. ابدو الوشكل الصادس اجزز ذات. خلي بالك من تمام. ابدو خد المسال تالي. شوف هو عمل ايه شوف كتب وهنا كان مكتوب شوف يا سلام يعني شوف الفرق بقى الفج العظيم يعني. فده اسمه اللي هو يقع في وكان واخد وهكذا بس هو يدوبك كتب خد الموضوع هو يدوبك غير معنى او اتنين بس اللي هو خلاص يعني ده هو كده بقى عمل برافريزنج يعني. تمام. اخر حاجة وهو السورس بيزد بليجاريزم. السورس بيزد بليجاريزم ده ببساطة يعني ايه? معناها ان انت عملت كل حاجة بس كتبت السورس غلط. قال له. يعني ان انت قلت قلت النفس المقولة اللي انا قررتها مئة مرة اللي هو بتاعت اينشتاين الغراء وتكرار نفس الشيء مرتين ونظر نتيجة مختلف. تمام. انت كتبت الجملة دي. وفي الاخر اا قلت اللي ايه للجملة دي نجيم محفوظة. طبعا ده انت بتضل انت السورس غلط. او في الاخر انت ممكن تقول يعني ممكن تعمل حاجة ابشع من كده وتقلت السورس من عندك اللي هو تقلف موقف يعني تقول آآ تقول نفس المقولة دي وتقولها قالها عادل صاحبي. فده ده سورس مطلوب خالص. انت ماشي انت ما نسابش كريدت لنفسك. لس انت قلتها الواحد صاحبك دي انيال كتير انت قلفت موقف من عندك. انت على قدف الاول ممكن تكون انت اللي غلطان. بس في الاخر انت في التاني هي ان انت اللي بتفبرك. انت عارف ان هو الموضوع كده بس انت في الاخر بتحط بتاعك تمام. يعني بيقولك ان الموضوع ده بينشاء لما يكون الكاتب عنده سورسين. وبس هو واحد بس. يعني في الاخر السورسين دول ماشي في الاول في الاخر المرجع حاجة واحدة بس. بيقولك بقى النوع تاني من بيقولك ان انت لما الكوت اللي انت واخر منه ما بيبقاش اصلا موجود ولا هو صح. وده ده النوع بتاع اللي هو. تمام. بيقولك بقى اسوأ نوع ان انت تفبرك اللي هو السورس ده. يعني انت بتبع عارف اللي هو السبب تبع عارف السورس الصح وفي اللقاء تكتب سورس غلط. يعني انت في الاول ممكن تكون مش اصدك لكن انت تكتب سورس غلط دي يعني دي مصيبة. تمام. نيجي بقى في الاخر يعني من الاخر تكنبي الحاجات اللي فوق ده من الاخر. عشان اه تعمل جود اكاديميك آه براكتس او جود اكاديميك رايتنج. لازم اول حاجة تعمل ايه? ما تعملش تمام. يعني دي دي من قسيات اللي هو اللي احنا خدناها فوق. تمام. تاني حاجة اهم حاجة برضو في ان انت لازم تعمل عشان ما تقعش في تالت حاجة انت لو عايز تاخد الموضوع يبقى حط العلاق برضو يعني هو بيأكد لك على كل جملة اتقلت فوق. تمام. خامس حاجة بالاخر عشان تتجنب اللي هو ان انت لو انت عامل حاجة مسلا السنة اللي فاتت وامتاب منزلها السنة اآ اا قول ان انت عاملها السنة اللي فاتت وعشان الامانة العلمية وعشان تتجنب. رابع حاجة يعني بالاخر ركز والمرجع اللي انت اوخر منه عشان ما تقعش في اللي هو آآ سورس بيزد اآ بلاج ارجime. واخر حاجة يعني ان انت في شوية اصلا هي اصلا متخصصة عشان تقضي عن اللي هو يعني عارف انت الموضوع اللي هو الموجودة في السوشيال ميديا ان انت لما بتنزل فيديو مسلا اه متزع على القاهرة والناس فانت مسلا نزلته عندك على الفيديو بتاعتك الفيسبوك بيمنعه له ليه عشان حاجة اسمها وده برضو من ضمن انواع تمام الدكتورة كان في الاخر حلت معنا مثالين يعني ان طبق ليهم حاجة بسيطة جدا بيقول لك برضو بيقول لك كتب برضو جونس 20 First llae 21 e 21 and zool�� كتبت برضو جونس 20 21 طب هو هل اى نوع من الباجاريزم حدث لا يا سيدي عمل برا فريزنج بسرعة مظبوطة كتب الصيتاشن مستغسرش equals nothing like it ولا اي حاجة. يبقى ده ايه? ده ما فيش لان هو اصلا ما عملش نفس الشخص ده. يعني ما غيرش في التاريخ. لو غير في التاريخ ده يبقى. تاني حاجة. ما فيش اي نوع خالص. هو عمل بصورة مصبوطة. لو كان كان زمانه غير في الموضوع ده او خاد الارتكل كله. بصورة افضل يعني. تمام. نخش بقى على المسال كمان. يقول لك. لما تيجي تعمل الارت. يا سلام. بص هو يعني غير لك اه مني بمالتبل. ودفرس بفاريز. فهو ايه ده بقى غير غير معناين بس او غير معنى وكتب نفس الصياغة بالزبط. هو ماشى وكتب ويشكر والموضوع ده. بس برضو واقع في النوع ايه? نوع اللي هو الموزيج اللي هو الفوسافساء. بالاخر يعني. اللي هو يعني الفوسافساء اصلا كانت فكرة ان انت تحط قطعة او تجمع قطعة مع بعض فانت حطيت قطعة كده من عندك يعني بوسط الموضوع كله. تمام. اه بس كده يعني كده خلص التوتوريال. اه اتمنى ما كنانا ما كونش بفتيل عليكم. نقول اه الله من السعودات وما يقرأ طواما يا حفظ طواما تعلمت. فرد ايه عند احجتي اليه. انك على كل شيء قدير وحسب الله ونملكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.